السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى النت تكونوا بافضل حال وقتم صحة منشستر رونيتد بيفوز على لو تنتون عشان يكون في المركز السادس مؤقتا وتنتظر نتائج الاخرين ونشوف حلها تثبت في المركز ده ولا لا ولكن رسميا انت على بعد خمس نقاط من المربع الزهبي ده باعتبار ان الجولة دي هتنتهي باني توتنهام يكون هو المتواجد في المركز الرابع بعد قسارته النهاردة اصاب الولفز ودائما احنا تلاقينا كده قبل التوقف الدولي بنقدر ان احنا نجيب النقاط ونقولها يلا نبني عليها بقى ونشوف حنعمل ايه وخصوصا ان انت عندك توقف دولي المفروض ان هو هيكون فيه تغيير بالنسبة للشكل الاداري ولشكل الملاك بالنسبة للمنشستر رونيتد والمفترض يكون دفعة معنوية لهذا النادي ولكن ننتظر لانه ممكن في النهاية يكون كله كلام في الهوى واللي هو انا بمد في روحي اسبوعين لحد لما تيجي ببارات ويكون كله كلام ملوش اي لازمة فالله بنا تضع لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بضران مجنون ونويتد تعالوا نتكلم عن فوز اليونيتد على لوتن بصراحة انا اقعد في نهاية المباراة بقول هو ده السيناريو مع كل فاول ييجي للوتن تاون مع كل كرة يقطعها لوتن تاون ويبتدي ان هو يروح بها بهجمة على منشستر ونويتد اقول هو ده السيناريو ده هدف التعادل هو ده السيناريو ولكن ما فيه السيناريو اكتر من السيناريو ان انت تتفوق على فريق بحد لوتن تاون باداءات لوتن تاون واحد سفر بصراحة المباراة النهاردة كانت في متناول منشستر رونايتد وكان يقدر ان هو يسجل اكتر من هدف خصوصا ان هو بيلعب اصال فريق ضعيف جدا وحتى في عز تكتله ايه الدفاعي كان الفريق تقدر ان انت توصل الى مرماء وتقدر ان انت تسجل في مرماء وجات لك الفرص وجات لك انفراضات يا معلم ايه حج جرناتشو ده متهيالي ده تاني انفراض تالت انفراض لك في الموسم بالوضعية دي الضياع يا معلم ده انا مش حايز اقولك ان فيه ناس بتقول عليك الانجا الارجنتيني ده الانجا بعد ما راح يعني تنجهان فورست لبسيت وروح ليونيل ميسي قال لك اه الانجا الارجنتيني يا تريق لعارجنتيني صح راح تنجهان فورست ولا شغال معهم زي الفل الله ينور وانت بسم الله ما شاء الله اه بتقدي في ارضية الملعب ولكن اللقطة النهائية او المنظر النهائي او الشكل النهائي او الانهاء عندك بيكون فيه مشكلة بالنسبة لجرناتشو فريق منشستر رونيتد زي ما قلت لك المتوقع ان هو حينزل بنفس التشكيل اللعب بمباراتكم بنهاجا وقد كان مفيش الا يدوب تغييرات خفيفة ان احنا شوفنا عندك ده لو بيلعب مكان بساكة ورجلون بيلعب بعد ناحية الشمال عشان التغطية العكسية اللي تكلمنا عليها وكأنه دلو لما بيلعب في مركزه الاساسي ان ناحية اليمين ما بيغلطش يا معلم ولكن النهاردة ممكن تقول ان هو ما كانش فيه اخطاء بالنسبة للعب اليونايتد الشكل كانت بيتلعب بيه من قبل ايريك تنهاج ان انا بحاول ان انا فضي مساحة لحد على الطرف يكون في موقف الواحد على واحد او يقدر ان هو يلعب لي العرضية فكنت تلاقي دايما ان الجهة الشمال هي الاكتر شغلا من الجهة اليمين على الرغم ان الجهة اليمين دي المفروض هي دي الجهة الاضعف بتاعت لو تنتون الجهة اليمين بتاعتنا احنا الشمال بتاعتهم هما هي الاضعف بالنسبة للو تنتون لكن كنت بتشوف تبادل الادوار دايما بيحصل مبرج لون وجرنطشو بشكل جميل جدا دايما بتلاقي فيه واحد فاتح الملعب والتاني بيحاول ياخد مع المدافعين ويصحبهم من قصاد اللاعب الاخر عشان يقدر يديلوا المساحة وكنت بتشوف العرضيات اللي بتتلاعب داخل منطية الجزاء واللي كنت بتحس فيها انه مكتومنية كأنه هو المهاجم الثاني مع هويلند واللي كان دايما بيتقدم داخل منطية الجزاء لكنك ما قدرتش تستغل الفرص وجاتلك فرصة يمكن زي بتاعت كوبين هاجن في بداية المباراة ولكن تقلق فيها حارس مارما بريق لوتين وطلحها من قصاد هويلند بعد العرضية اللي تلعبت من راشفورد تتوالى الفرص بالنسبة لمنشستر رونيتد اللي ممكن تقول ان هي نص فرصة وكانت محتاجة المهارة بتاعت اللاعب ان هو يقبطها في المارما لان انا شفت فيه مواقع كتير كان فيها لعبي منشستر رونيتد قادرين على تسديد كرة ممكن تكون تعمل مشكلة للحارس اللي قدامه لكن دايما كنت بشوف ان اللاعبة دي بتفتضعص فيه ما بتجيبهاش في المارما تماما لحد بقى يا معلم اصابة ريكسن وبعد كده اتبدل الحال ليه لان انت نزلت مونت في الاول كنت بتلعب بان مكتبنيه هو المتقدم وهو اللي بيخش داخل منطية الجزاء وريكسن هو اللي بيتأخر شوية على الرغم من انه بيبني اللعب ويبتدي يشارك فيه فانت كنت معتمد عليه وهو بيدي لك العمق الدفاعي في نص الملعب ومع قطع الكرة بيرتد الجميع وبتحاول ان انت تستعيدها تاني لكن لما نزل مونت انت تلعب على الكرة التانية تلعب على ان يبقى فيه حد موجود على حدود منطية الجزاء ويبقى الاقترية عندك او الزيادة العددية على حدود منطية الجزاء مش داخل منطية الجزاء فبالتالي ابتدت تخلي مكتبنيه يتراجع للخلف ويلعب هو تحت مونت فبالتالي ما كنتش بتشوف الزيادات العددية اللي كان بيعملها طبعا ما كتبنيه داخل منطية الجزاء في الكرات العرضية وايضا تغير الاسلوب بان انت بتدت تلعب على الارض اكتر بدلا ما تسعى الى الكرات العرضية او الكرات اللي بتتلعب طويلة من الدفاع بتاعت لاحد الاجنحة في اليمين او الشمال في لحظة من اللحظات حاولت ان انت تبرج الفريق لو تنتون في الشرط التاني ان انت تقلب الجناحين بتوعك واعتقد ان هي كانت قلبة سيئة ومنية لبنيلة لان احنا شوفنا ان الناحية المين ماتت تماما مع جرناتشو والناحية الشمال ما استفدناش باي حاجة من راشفورد في قدومه هنا بل انه ما قدرش يعمل نفس الادوار اللي كان بيعملها جرناتشو مع رجلون في الشرط الاول وكنا شوفنا دايما ان رجلون هو اللي موجود وفاتح الملعب تماما وما فيش اي مساندة من راشفورد اللي تحس ان هو تقلبه به مهاجم تاني في الربع ساعة الاولانية من الشوت التاني دايما كنت بتلاقيه في العمق وسايد رجلون لوحده تماما بدون اي مساندة ولا تبادل في الادوار على الرغم من ده ان الكورة من روكنية جات بعد مطلحها لعبي لوتن ليه ماونت وماونت بيديها لراشفورد اللي بيلعب العرضية فتخبط بقى اطمينيا مع اللي تخبط في مكتو مينين وتعود الى ليندلوب اللي يحطها في المرمى ويصبح الهدف الاول بالنسبة لليونيتد وتقعد انت تحت الضغط طول الشوت التاني بتشوف ان فريق لوتن حتى من بعد اول ربع ساعة في الشوت الاول ابتدى يجاري منشستر يونيتد ابتدى يتجرق على منشستر رونايتد وابتدى يحاول ان هو يكون له من الهجمات بعض الشيء وكان ليه في كورة بالنسبة للمرس في الشوت الاول ادرقنا ان هو يطلح من تحت العرضة الشمالي ده رجع ليه لان هم من شايفين قصادهم فريق مهزوز بالنسبة للنتائج في الفترة اللي فاتت فبالتالي اتعشموا ان هو ممكن ياخدوا حاجة من هذا الفريق فتلاقي ان فريق لوتن ابتدى ان هو يتقدم وبالذلك في نهاية المباراة ان انت الفارق واحد فقد لا غير فيعني ممكن كورة طيشة من خلالها اسجل فاطلع بنقطة من هذه المباراة فابتدى فريق لوتن تقول ان هو يكسف من لعبيه في الهجوم يبتدي يعمل ان يكون عنده زيادة عددية في الهجوم يكون عنده اكتر من لعب فبالتالي يقدر ان هو يستغل الكورات اللي بتتلعب لقدامه واللي بيحاول طلح ادفعه ويشتتها لقدام وحاول في اكتر من مرة فريق لوتن ان هو يعدل النتيجة بالذات في اخر دقيقة ولكن استطاع اليونيتد ان هو يتعامل بشكل جيد جدا مع هذه المباراة ولكن الشيء الوحيد المعيب هنا ان انت مقدرتش تسجل الكورات اللي جات لك لان انت كلك على الاقل في هذه المباراة ثلاث انفراضات ثلاث انفراضات ممكن تتكلم عليهم ان هم في اي مباراة كان مفترض ان انت تسجلهم مستريح او اي فريق غير مانشستر او نايتد حيسجلهم مستريح لكن اللاعب اليونيتد ابو الا ان كل واحد ياخد القرار الخطأ يمكن اللهم الا هويلند اللي حط على طول الكورة في الديئة 3 او الديئة 4 تقريبا وهو صدها الحارس لكن كورة راشفورد او كورة جارناتشو الاثنين كان فيهم قرار خاطئ بالنسبة للاثنين لعيبة اللي في النهاية قدت الى ان الكورة دي ما تكونش في الشبكة ويقدر لعبي لوتن او حارس لوتن ان هو يتعامل معهم بشكل جيد جدا لو جينا نتكلم عن سلبيات هذه المباراة بعيدا عن الفرص اللي ضاعت اعتقد ان اصابة راسموس هويلند احد السلبيات طويل كنت زي ما قلت لك احنا عايزين مهاجم يلعب في الدوري الانجليزي زي هويلند اللي بيلعب في الابطال كده وكل المباراة والتانية تلاقيه بيسجل وبيهدف معنا راسموس هويلند على ما يبدو ان هو خرج باصابة خرج بالهامسترينج لانه واضح ان هو كان قبل ما يخرج بيعان منها او بيحاول ان هو يشاور عليها يمسكة هذا الكلام ده وحتى لما اتكلم مع تنهاج وهو خارج تحس من ردة فعل تنهاج ان يعني يا ابني هي مش نقصة يا ابني والله يا ابني كفاية اللي عندنا يا ابني لان لو هامسترينج ففي الغالب ان راسموس هويلند ممكن ما يلحقش بمباراة افيرتون اللي حتكون بعد التوقف الدولي او حتى مباراة دلق اسرائيل اللي بعدها اللي هي ممكن نقول ان هي تحديد مصير بالنسبة لليونيتد انت رايح فين وانت عايز ايه من هذه المجموعة في دوري الابطال وان كنت بقولك انا مش شايف ان فيه تأهل بالنسبة لليونيتد الحاجة التانية هي في بداية المباراة وهي الكورة اللي تلعبت من ركنية وخبطت في دراع اللاعب بتاع لوتن تاون يعني تلعبت ونزلت على طول على دراع الولى بتاع لوتن تاون اللي كان ساند بدراعه على زميله وبيحاول ان هو يطلع الكورة الكورة دي شفتها في مباراة تانية بتحسب ضربات جزاء يا جماعة انا في كنصورة يا رب افتكر ان انا اجبها وورها لك لعدد كورات هي هي بالملي نفس الكورات حصلت مع اليونيتد وحصلت ضد اليونيتد ضد اليونيتد اتخذ فيها قرارات لم تتخذ لما حصلت هذه الكورات مع اليونيتد حوالي ثلاث اربع قرارات وثلاث اربع صور محفظين مع بعض يا رب افتكر واجبها لكم لكنه في النهاية يبقى فوز جيد جدا ان هو قبل التوقف الدولي قبل المعمعة بتاعة بيع النادي والمفروض ان هي تنهي مشاكل كتير بالنسبة اليونيتد خصوصا مع تعيين مدير رياضي مع تعيين مدير تنفيذي جديد ممكن تقول ان اليونيتد بيبتدي حقبة جديدة لكن ممكن في النهاية تلاقي برضو من الكلام ده احنا بنشتري به وقت زي ما حصل لان يمكن من الشهر اللي فات واحنا بنسمع ان جيم راكليف خلاص هو اللي حيشتري حصة من منشستر اليونيتد وهو اللي فات بالسباق وفي النهاية لقينا ان الكلام مات تماما مافيش اي حاجة ظهرت فهالمرة دي هتكون هي المرة الفعلية اللي فيها الاخبار تصدق ونلاقي ان فعلا جيم راكليف بياخد الحصة من منشستر اليونيتد خمسة وعشرين في المية وان لا ان فيه مدير تنفيذي جديد وفيه مدير رياضي جديد ولا هو شراء وقت فقط لغير لان دي فعليا مشكلة كبيرة جدا حتى بالنسبة للمدرب وبالنسبة اللعيبة اللي هو انت مش عارف راسك من رجليك وحتى بالنسبة للجماهير الجماهير اللي فيه بعض منها شايفين ان هو ممكن يكون في امل ولو واحد في المية لعودة الشيخ جاسم خصوصا ان الاعلان الرسمي ما تمش ده تم عن طريق شايفين صحفيين موسقين وحتى الان حتى مع فوز راكليف حسب الاخبار بالسباق لم يتم اي شيء رسمي حتى الان ولكن المفترض ان الرسميات تنتظرها من نقول بكرة او من بعد بكرة والامتدادا لحد لما نيجي نلعب بمرارات افرتورد ثلاث نقاط مهمين اه ممكن يكون الشكل مش عاجبك تكون النتيجة مش عاجبك لكن اعتقد ان انت في مرحلة حاليا بتجمع فيها نقاط فقط لغير عشان تحاول بعد كده تبني لنفسك من خلالها شخصية وتبني من خلالها شيء تعتمد عليه تقدر ان انت تكمل الموسم بيه ويكون هدف ليك في نهاية الموسم ان انت تصل الى المراكز الاوروبية وتثبت فيها سواء كانت مراكز يوروبا ليك او بالطبع الواحد بيتمناها دوري الابطال في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة منشستر يونيتد ولو تنتون المباراة اللي قدر فيها اليونيتد بهدف لين دولوب اللي بيسجل بعد موسمين يا معلم كامل ان هو ياخد التلات نقاط تلات نقاط جيدة بتضيفها لرصيدك بس المهم البناء والاستمرارية عليها اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو متنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة شكرا